السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة ربعة وصلنا للدرس خمسة وستة من الواحدة التمنى يلا بينا نشوف مع بعض الكلمات وردس بروم يونت ات لسونز فايف ان سيكس غريد فور والدة الجد او الجدة والدة الجد او الجدة عيد ميلاد برث دي برث دي تي اتش هنا السون بتاعها برث دي برث دي عيد ميلاد برث دي برث دي عم او خالة عم او خال انكل عندي هنا ابناء الاقاربل هو ابن العم بنت العم ابن الخال بنت الخال ابن الخالة ابن العم بنت العم بنت الخالة يعني كل الاقرباء دول هم ولاد العمام والخلان والعمات والخلات كلهم اسموهم ابن العم ابن العم نزهة او رحلة نزهة شجرة الكريسماس كريسماس تري وهنا السي اتش الساون بتاعك كريسماس تري كريسماس تري كاتب رايتر رايتر هنا رايت يعني يكتب الو لما بيجي وراها حرف الار بتبقى silent نبدأ نقرأ الكلمة من اول الار رايت من غير الار الاخيرة يعني يكتب هنزود الار رايتر يعني كاتب رايتر 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 كاتب رايتر كاتب يزين يزين في النهاية ليه هنا الزا قلناها عشان كلمة end بتبدأ بحرفة متحرك فلما نيجي ننطع الزا اللي هي قبلها هنقولها في نهاية عيد رأس السنة رمز سمبول رمز سمبول دول وطبعا country آخرها y فعشان نجمعها لما بيبقى قبلها حرف second اللي هو الر بنحذف الواي وبحط بدلها i es في الجامع فعشان كده كلمة country دولة اللي هي اخرها y بتبقى الجامع بتاعها canteres 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 مش بنحط s على طول لا الواي بنحذفها ونخليها i وبعد كده نحط es دي من قواعد الجامع canteres 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 كلمة ضخم يعني huge 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 وطبعا في اي في الاخر فدي long you long you long you بنقرأ الحرف اليوم باسمه مش بصوته عشان وجود الماجك اي اللي هي الاي السحرية في الاخر فنقول huge 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 ضخم huge huge يمثل represent 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 يمثل represent 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 مميز او خاص special 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 كنا بنقولها واحنا صغيرين متعلمينها special لا مفيش الشيال دي لانو سبيشال على طول شال سبيشال 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 مميز او خاص سبيشال 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 طيب كده تمام وكده بكلمات الوحدة كلمات الدرس الخامس والسادس كده خلصنا الوحدة التمنى فاضلنا فيها بس الامتحان وبعد كده هتلاقوا بعد ما نخلص الامتحان ان شاء الله فيديو مراجعة على الوحدة السبعة والتمنى من ملحق كتاب قطر النادة لان الملحق عامل مراجعة على كل وحدتين مع بعض فاحنا هنخلص انشاء الله الوحدة دي فاضلناها صارح بس حل الدرس الخامس والسادس ومراجعة بالامتحان بتاع الوحدة دي ونعمل مراجعة كامل اعلى double درس السابع والتامن مع بعض الواحدة السابعة والتامنة مع بعض باشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته